سلسلة مطاعم تجارية في بغداد تتعرض مجددا إلى اعتداء وتخريب وتكسير وزارة الداخلية تخرج عن صمتها وتكشف المستور فما الحكاية؟ مجهولون ملثمون يستقلون عجلات نوع تاهو وبيكاب هاجموا بالأمس مطعمين شهيرين يحملان علامة تجارية أمريكية في شارع فلسطين قاموا بتحطيم أجهزة الحاسوب والزجاج الخارجي وأفاث المطعم مستخدمين التوافي والألات الحادة وتسببوا بأضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية وإثارة الهلع والرعب بين العوائل التي كانت متواجدة في المطعم لحظتها بالإضافة إلى ترويع سكان أهالي بغداد أنا أتوقع لا أصحاب تحديث أمريكي لا أصحاب ماذا يصحبوا تحديث أمر مرضكي ماذا يصحب؟ المترجم للقناة 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 وحدث زحام خانق وتوقف طوابير المركبات انتشرت أنباء عن إغلاق الشوارع وعدد من الطرق ببغداد وهذا ما دفع خلية الإعلام الأمني إلى أن نفي ببيان رسمي هذا هو البيان أما وزارة الداخلية فأعلنت اليوم عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب والهجوم على المطاعم بحجة الإضرار بالمصالح الأمريكية أيضا صدرت مذكرات قبض قضائية بحقهم الكارثة أن أحد المهاجمين ينتمي إلى جهاز أمني لم تفصح عن اسمه هذا هو البيان الرسمي لوزارة الداخلية واقتضبنا لكم منه بعض ما جاء فيه طبعا ردود الفعل والتعليقات التي كتبت على منوسات التواصل نذبوا إليها بشكل مباشر وستظروا الآن على الشاشة نبدأ من هذا التعليق مع ثائر العراقي يقول عائلة جالسين بأحد المطاعم حتى يتناولون الطعام بسعادة بعد انتهاء الامتحانات نصوص يهجمون بالعصي والهراوات ويمزقون تلك اللحظات السعيدة لهذه العائلة مع التسبب بذكرى أليمة للأطفال هناك أيضا مداخلة أخرى وتعليق من هند سعر نعم لفرض القانون على الجميع المقاطعة ما تشتري منه وتخليه يخسر مو تفلش بعدين الببسي اللي تجيبوه لأولادكم والنسوانكم شنو محلها من العراق هاي الهمجية مرفوضة لأن عمال ولد العراق مو يهود هناك أيضا مداخلة من صفاء ياسر شنو ذنب العالم اللي قاعد عمي والله عايشين بغادة ساعتك أو ساعاتك أمريكية سياراتكم أمريكية نقالاتكم أمريكية زين والتاهوات السودة اللي يركبونها مو أمريكية بعد شنها التصرف تقطعون أرزاق الناس تعليق من أحمد صدق لو قالوا بلد العجاب يعني شن ضباط ومنتسبي الاتحادية والنجدة أخذوا القرار من ذاتهم بخصوص حظر التجوال شنو هذا البيان الاستفزازي يا خلية الإعلام الأمني حسام حجي يقول الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة من منفذي الهجمات على سلسلة مطاعم كيف سي ينتمون إلى جهة معينة وبعد محاولات إطلاق صراحهم رفضة الجهات الأمنية الأمر الذي دفع هذه الجهة إلى التصعيد هناك تعليق من علي حسين مليون عنصر أمني بالعراق ومحل خمسين متر ما قدرتوا تحمون سلسلة المطاعم التجارية لا هاي كل شعيب بس شعلكم من الحج ضرب المصالح الأمريكية بمتعة الخاطر فلسطين وعافية